ساعة جهاز الكمبيوتر بيخش له فيروس فطبعاً في برامج بتبقى للانتي فيروس فطرد عليه او يبقى في حاجة كده زي فيبوز الدنيا في الحالة دي احنا ما بنرميش الجهاز بنعمل له ايه بنقول ايه بنفرمته اشتقاقاً من فرمات يعني بنعيده للفرمات الاولى لانه ايه جهاز كمبيوتر هو اصلاً مبني بنوع من المماثلة لطريقة عمل العقل وطبعاً اعلى هدف لمطورين الاجهزة دي ان يوصلوا الى ذكاء يسمونه ذكاء الاصطناعي يماثل يماثل ويتفوق على قدرة الزهن او المخ او العقل البشري انما لما بيتعرض الاخطار دي بنرجع للفرمات اللي تبانى عليها اصلاً البرامج بتضيع الايام بتضيع والامال بتضيع انما ما بنرميش عقلنا لما يخش فيه فيروسات كتير من خلال بقى منهج التعليم اللي بتقلب الحقائق وتحط الاباطيل بدل منها اللي بتقلنا انه البطل هو قطز وما يجيبوش سيرة العز بن عبد السلام واللي يقلونا على عين جلوت وما يجيبوش سيرة برقة خان واللي يقلونا ان بلدنا مستهدفة انما محروسة الى اخر هذه الفيروسات التي لا تنتهي والتي لا تقل خطورة اذا اسنى العقل الجمعي بالكمبيوتر عن الفيروس اللي كان اسمه CIH اللي هو ضمر الدنيا كلها من سنين معظمكم يمكن ما اسمعش بيه كان فيه ولد كده مجرم من جنوب شرق اسيا عمل غيرس وما عدوا بقى يسموه مش عرفت سونامي ويسموه مش بس هو اسمه العلم يعني CIH ده دخل في تركيبة الاجهزة والاجهزة المرتبطة بشبكات فادى الى ضمار مهول سواء في الاجهزة الشخصية او في الشبكات الكبرى انما زي ما بنقول الناس مرمدش الاجهزة والعقل الجامعي اللي هو طريقة التفكير الجامعية ما هي احنا بنفكر ازاي عندنا مقدمات منطلعة منها نتائج دي عمليات تفكير فاذا كانت المقدمات مغلوطة ومتفيرسة فبالتالي التطبيقات كل الابليكيشنز بقى بس احنا مش هنرمي الجهاز يعني مش هنتحول لبلد مخبيل فيه ناس رمت الجهاز يعني في ليبيا الجهاز ترمى وفي سوريا الجهاز ترمى الجهاز ترمى يعني ايه؟ يعني بقى الاحكام العمومية او طريقة التفكير العامة غير متوافقة مع الفرمات الاساسية للعقل الانساني اللي هو المنطق فنشوف اشياء كده مثلا وتعدي عن الناس وخلاص انه داعش توسعت على حساب جبهة النصرة هو الجبهة النصرة دي ايه؟ دول اسلامين متشددين سنة هم اللي هو داعش دول ايه؟ دول اسلامين متشددين سنة طب دول ايه؟ دول بيسيبوا لحاهم وبيبسوا جلاليب وبيتسلحهم جهات من الخارج ام الداعش ايه؟ اه دول بيلبسوا جلاليب ومطولين لحاهم وبيجي لهم دعم بالاسلحة من الخارج طب ايه؟ ايه ايه؟ عادي طب هو مش مفروض انه كان بشار ولا كان ايه؟ لا نشوف بس ده الاول طيب او في فجر ليبيا طب انا مفيش فجر وفيش نور طيب طلع الفجر يلا على قبور الاولياء وهم مساكين في ليبيا اصلا التاريخ مش غاني قوي يعني فعندهم عبدالسلام الاسمر يا كم واحد راحوا اي مين هدمين الله ايه يا جماعة؟ تحرير القدس القدس هناك ايه لا ما عليش اصله العرب الافغان جيه وعبدالحاكين بالحاج ويتسلح ومشاك طيب وبعدين تبدأ تطلع جماعة اخرى ونلاقي عبدالحاكين بالحاج اللي هو العرب الافغان اللي جيه وقتا كنت بتسلحه بقى عنده شركة طيران خاصة قال له ايه عم الجهات ويقبل هذا مش يقبل يعني يسود هذا ده دليل ان الجهاز اترمى ان المنطق افتقد في مصر هنا لنا ظروف اخرى وفي فيروسات من سنة 52 وهذه الفيروسات احدثت عطبا كبيرا واحيانا شبه كامل لعمليات الادراك العام الادراك وقوعه ما تكونوش واخدين بالكم ان الادراك العام في مصر مختل اللي دي تبقى مصيبة أصلا لو ما خدناش بالنا انه انشغالنا ب مثلا فلان الشتم فلان المزيع الفلانية اللي سرقت الصور من تليفون مش عارف مين بأكتر ما بننشغل بالقفزات اللي بيعملها الدولار لو ما شفناش ده نوع من الخلل الادراكي ده يبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي المشكلة اللي بتخلي الناس تزعل مني لما قلهم في جهل كتير في مصر كما لو كان ما فيش جهل وبيزعله طب يا جماعة ما هو فيه حد هيتعالج من مرض من غير ما يروح للدكتور وفيه حد هيروح للدكتور من غير ما يكون معترف بمرضه طيب اذا كنت انت كمجتمع عندك في الاحصائيات الحكومية نص المجتمع يعني عارفين البيت المشهور بتاع ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فال اه يعني ما تختار لك حاجة احنا بنقول ودي حقيقة ان مصر بدأت النهضة الحديثة هي واليابان في نفس الوقت يعني بعد قرون طويلة من النوم مش في العسل في البصل في اليابان وفي مصر بدأت النهضة الحديثة بتاعت محمد علي هنا او اللي كان ايامها محمد علي بيحكم وبدأنا الاصلاح السياسي مفروض يعني في نفس الوقت اللي بدأت فيه ماليزيا سنة اتنين وخمسين يعني طيب زكاة الملكية هي اللي وحشة طيب هنبدأ بقى نبني مجتمع جديد جمهوري في نفس الوقت اللي كان في ماليزيا بتعمل نفس الشيء طيب فين بقى مصر من اليابان في مسألة الحداثة وفين مصر من ماليزيا في مسألة التحديث بقى النظم والإدارة ده مفيش نسبة أصلا مفيش نسبة وبعدين نلاقي خبر انه الحكومة أو الوزير يعني التعليم بيعمل اتفاقية يعني التبادل العلمي والمش عارف ايه كان ايه موزنبيق باين ولا ايه غنيا يعني طب ايه يعني اتنين غرقوا غرقوا خلاص ماتوا مسكين في بعض ليه في القاع تحت طب يعني حتى سيب الجثة تطفو وعادي هي المشكلة في عادي دي لا هو مش عادي ولازم ناخد بالنا لأن احنا كده بنرمي الجهاز والجهاز لما بيترمي ما بنعرفش نجيب يعني سوريا رمته أو السوريين رموه ما عرفش يجيب غيره ما بتغيرش اليمن بيترمي فيها الجهاز دلوقتي على فكرة فضائع اليمن احنا لسه مش افنهاش لأنه فيه اشياء كتير بتحصل دلوقتي في الواقع احنا بنعرفش عنها حاجة لأن بعض الاخوة بيتفاع فلوس كتير قوي عشان يحجبه وفي نفس الوقت النتاج اللي بيحصل دلوقتي ده هيزهر بقى يبتدأ من الشهور اللي جاية اللي هو ملخصه ايه ان الجهاز الكمبيوتر او النظام الادراكي العام اتكسر جزء من انقاذ الحال جزء من تشغيل برنامج الانتي فيروس جزء من طوء النجاح الاخير هو اللي بنعمله ده لما بنعيد بناء المفاهيم والتصورات لانه اذا كنا احنا بنفكر من خلال الاسس والاسس دي في منها جزء معلوماتي وفي جزء منها منطقي وفي جزء فلسافي وكلها او معظمها معطوب طب هنبني عليها ازاي كيف فبالتالي عملية اعادة بناء المفاهيم العامة والتصورات الكلية زي ما بقول كل مرة هي مش نوع من الطرف ولا الفضى ده اي حاجة غيرها تبقى طرف وفضى و مقاومة ده وتعطيل ده اخطر من اي حاجة تانية بتجري في المجتمع واو تفتكروا انه واقف السالون اسكندرية ده صدفة القريبين مني او متابعوا معاه انا من زمان خالص حد قال لي اوعى تعرض نفسك على الواقع العام باعتبارك صاحب مشكلة قلت له يعني ايه قال لي يعني دايما تقول للناس كلام مفيد متشتكيش قلت ازامت بكده بس بس فعلا يعني عمليات تعقب غريبة جدا في حين انه انتم لاحظين ان انا مقلل جدا الكلام في السياسة العملية اني لا بقيد ولا بقارد الا طبعا في الحالات الحجر جدا اللي بحيس ان فيه خضر جماعي يعني بقول كلمة وبتتسمع مفروض يعني او فيما اعلم باعتبرها يعني مؤشر بس انما اللي بنعمله ده ده مش بس مش مهتم بيه ده بيقاوم وانا بقول بدل منبد طاقتنا في اكتشاف المؤامرة الخبيثة لا نستغل الطاقة دي اللي جابت الناس من اسكندرية في الوحلة مش وحلة دي الوحلة دي تبقى طينا في اه ان الطاقة دي نستعملها في استكمال الطريق وعلى هذا الاساس بنكمل والنهاردة بنقف عن نقطة تتعلق ايضا باعادة بناء التصورات الاساسية في ازهنة او في العقل الجامعي او في نظام التفكير العام فيما يتعلق بالاسم وطبعا للوحلة الاولى الاسم اه اسم وحرف وفعل وماشا ده اللغة بس انا دلوقتي بتكلم عن حاجة اللي قبل اللغة وهنروح وهنروح للغة بعد شوية كتير من اصول الاشياء بدأت في مصر القديمة ومما قدمته التانين يظلم يظلمهم انموذج دي الخنوم بعد كده يزبط بقى الجسم عند النضوج في خلي الولد كده يطول ويخلي البنت يعني يبقى جسمها كده جميع فهو خرجات البنات اللي بيدي الشكل الانسوي والنفخة الالهية موجودة الى حين ايه مش الموت قلنا في مصر القديمة مفيش كلمة موت مش موجودة في اللغة لحد ما تيجي اللحظة اللي احنا بنقول عليها مدي هما بيسموها لحظة الخروج الى النهار وعلشان ترسخ الافكار دي برضو قدمت مصر القديمة وعدت حضارات اخرى في نفس الوقت فكرة النص المقدس ان يبقى فيه نصوص معينة تقرأ بطريقة معينة في المعابد وفي الاماكن بتاعة الحضانة الروحية ودي كانت موجودة في اليوبليس وفي حدت كتير في مصر القديمة ويتقري النص بشكل مهيب مما يجعله ينغرس في النفس ويصبح له طاقة فاعلة زي طاقة الفعل اللي موجودة في القرآن بالنسبة للمسلمين الآن هو احنا بنقرأ القرآن في الأفراح لا الأفراح دي الحياة الرأس الألوان المكياج بتاع إنما بنقرأ في الموت عشان نفكر وعشان نبقى في أكتر حالة لينة فينغرس بنقرأ بالليل قبل ما ننام ولا بنقرأ الصبح نقرأ الصبح فأول ما الوعي مش الأباء بيقولوا للأبناء أم وزكر بدري بدل ما تصهر بالليل عشان بيبقى الزهن لسه صح صح فأنت بتاخد ده ونفس الشيء طبعا الإنجيل بالنسبة المسيحيين فبينغرس فينا النص وبيبقى له قوة فاعلة والقوة الفعلة دي بتخش في الإدراكات واحد يقولك ده بيقولك عمل ومش يقولك بيقولك إذا جاءكم فاصق بنبأ خلاص التقطت الإشارة إن ده أو 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 تأكد من الكلام اللي بيتقال ده إلا ممكن يبقى غلط وتبقى نفس الشيء كان في نصوص مصرية قديمة جمعت في كتاب اسمه كتاب الخروج إلى النهار والناس اللي مش ياخدين بالهم المستشرقين والمصريين حتى يسموه كتاب إيه الموتى وهو ما فيش حاجة تسمعها موتى الكتاب ده بيبدأ بإيه بتغنيمة دلوقتي لما خرجت الروح إلى النهار هي كانت مشاركة الجسم ده طيب نشوف بقى يعني لازم يحصل البعث عشان نشوف هم عملوا ايه مع بعض فالبعث ده اللي هو يسوف الإسلام يوم ينفخ في الصور البوق الضخم جدا دي في كتاب الموتى بيبدأ بيها كتاب الخروج إلى النهار بالتغنيمة التالية اللي كانت تقرأ في المعابد قائلة انهض فلن تفنى لقد نوديت باسمك لقد بعست وبعد انت تبدأ بقى طلقين الميت اشهد انني لم اغضب والدية واشهد انني لم الوث ماء النهر واشهد فهو بيحفظ دي في الكتاب عشان يبقى يقولها لما يجي وقت البعث وفترة حياته بيبقى حريس بقى انه ما يلوثش النيل وانه ما يزعلش ابوه وامه وانه ما ينبش قبر عشان قدست الموت اولا وعشان دي ثروات المصرية المختزنة اللي بيتم من خلالها تدوير رأس المال العام من خلال تحويله الى سبائج ذهبية واقنعة يعني الناس دي ما كانوش بيهبلوا بس زي ما دلوقتي التاج البريطاني بيعمل غطاء ذهبي في شكل اضبان من الحديد ده بالنسبة المصر القديمة متخلفين جدا لا احنا هنعمل اقماع ضخمة للمسلات وللهرم هنعمل مقابر فخمة جدا توابيت مذهبة وان ده الرصيد الزهبي فلما بتيجي بعد فترات الادمحلال يجي 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 وعد زر رمس الثاني عادي عنده يعني طلع بقى ويعيد انتاجه هو موجود في البلد بس بس بدلا ما هو اضبان تم تشكيله جماليا عشان يبقى الرصيد او الغطاء الذهبي لقوم اتسموا او عرفوا معنى الجمال يكون هذا الرصيد ايضا جميل ما يعنينا هنا عبارة قد نديت باسمك في مصر الاديمة على مدار تاريخها الطويل كان عندهم تصور ان الانسان فيه ستة حاجات اساسية هي مكوناته اولها او من اهمها او من بينها وهي يعني ما تنفسدش عن بعض الغن الاسم وبعدين بقى فيه الاخت وفيه الشوت الظل وفيه البا اللي هو قرين الروح واللي جات منها كلمة بربا بر يعني بيت بربا بيت وخدوها في العربي بقى يقولوا البرابي جمعي بربا بس ما في العربي بقوا يكتبوها بلته المربوط هاي بالالف لانها كلمة مش عربية الاسم إذا فقد لا يقع الكلام على شخص بعينه يعني بقى عدم وعلشان كده اللي كان بيرتكب جرم شديد جدا كان من ضمن العقوبات في مصر القديمة يتغير اسمه إلى اسم غديق بدل مثلا محبوب الإله يبقى عدو الإله أو عاص الإله علشان ما يتندش عليه يوم القيامة يعني يبقى عدم فأنت أعرف كده وإنت عايش العيش مش كانوا قالوا لهم بطلوا غنى من ساعة الحدسة دي رجعوا يغنوا تاني طبعا نحن كان مفروض لو الجهاز ما تفيرسش يعني النساء تصاو دي تبقى ملتقى اللي لسه صغيرين بقى والحاجات التجريبية والتجهزات إنما حاجة زي اللي بنعملها دي كانت تعمل في الأبرا إنما خلاص إحنا قلنا يعني إن الجهاز معطوب وإحنا مش هنرمي عشان نعيد الحب أوكي فإحتفاظ الشخص باسمه ده أهم من احتفاظه ببدنه آه طبعا الملوك والأغنية بيتحنطهم والناس اللي عملوا خدمات بيتحنطوا تحنيط يعني على قد بس مش عموم الناس تتحنط يعني إنما فيه بعث ليهم بيقدر الاسم يستدعي البدن إنما الفكرة في إيه في إن الكيان غير المسمى عدم وبعدين حتى في التصورات الإسلامية والعقيدة الإسلامية والدين الإسلامي هو الملائكة سجدوا الأدم ليه عشان سمر بشرته هو أدم على فكرة أدم أدم يعني أصمر البشر لا علشان عرف أسماء الأشياء ما هو الملائكة ما بيعرفوش الملائكة بيشتغل أطران هو مبني في الأشياء الأسماء الأسماء مفعول به تاني كلها طب أطران لو أدم ما يعرفش الأسماء يستحق يستحق مفعول به مفعول به متطورة وقف عند الحد الأدنى الإنسان طورها ليه الإنسان طورها لأنه بيعرف يسمي الأشياء يبقى هو استحق المكانة دي من حيث كونه مدركا لوقوع الاسم على المسمى طيب لو الاسم ما وقعش على المسمى يبقى إيه يبقى ما فيش ما فيش أول مفهوم الإنسان وبعدين ما فيش إدراك مش إحنا دلوقتي لما بنيجي يطلعوا مثلا الأمر فيلقوا فوهات كده ويرصدوها فيقولك دي فوهة كذا ودي فوهة كذا ودي فوهة كذا فبالتالي اتسمت وأطلق عليها الاسم يعني لأنها أدركت وعرفت وفي المناسبة دي قلتلكم قبل كده إن لقيت في كتاب فلكي بالعربي مش عرف إيه وتتوزع ومنها فوهة أزوفي التي قلت يا أزوفي دي فرجعت للأصل اللي ترجم منه فلقيتها مكتوب بالإنجليزي أزوفي إيه زاد فروحت كشفت على أزوفي تلع إن دي أزوفي في واحد عالم فلكي مشهور جدا اسمه أبو عبد الرحمن بن عمر السوفي هو ما كانش متصوف ده هو اسمه كده بس عمل كتاب تقريبا هو أول وأهم وأقدم كتاب مصور عن شكل الأفلاك السماوية اسمه صور الكواكب الثمانية والأربعين فتقديرا من الناس اللي بتفهم قالوا علماء الفلك يعني اللي زي جليليو وزي التوسي نصير الدين وزي أبو عبد الرحمن بن عمر السوفي نطلق أسماءهم على الفوهات دي فأخونا اللي رح نقلنا الكتاب لأنه ما يعرفش أين يقع هذا الاسم لم يربط بين الاسم والمسمة فنقلنا زي واحدة من المضحكات المبكيات دي كنا بنحضر ونقشتها للدكتوراه يعني زمان والدكتوراه بريان يبص كده أقول لا إيه اللي مكتوب ده إيه اللي كده في صفحة كده تقول و كان يعتز بالقديس جيهان يقول لا إيه اللي تاني تقوله كان يعتز بالقديس جيهان 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 مين هي أريدها كده جون يحن يحن ما هو يحن هو جون وجوه فلم يقع في وعيها الاسم على المسمة فأصبحت حالة فاضحة من حالات الجهل إحنا الحمد لله إسرائيم ما ظنش ما ظنش في التوراة كمان حافظها أنت أنت تعمل زابط هنا أنت زابط هناك لا ما ظنش مش فاكر يعني بس هي عموما من المورسات اليهودية العبرانية الأديمة اللي كانوا أجهل أهل الأرض وعايشين في أجدب مكان في الأرض حيث كتبت التوراة يعني لا زرع ولا حضارة ولا شفنا حاجة عدلة من المنطقة دي من العالم مش هطول بقى عشان بيكتبوا المنشتات بس أصد يعني إنها أراء مسرائيم ابن نوح ابن مشعار عندي ناس ما عندهمش مؤرخين ولا بحثين ومش هنقول حتى عادين تحت السلم بيكتبوا ما فيش سلم يعني خمسمية قبل الميلاد كانت المنطقة دي جدباء تماما يعني شوية رعاة غنم بيتقتله فبالتالي الكلام عن الاسم والمسم هو من أوليات الإدراك الإنساني وعدم الاهتمام به هو إهضار لقاعدة أساسية من القواعد اللي بيتبني عليها الإدراك الإنساني وهنشوف بعد شوية أمثلة لهذه المسألة بس الأول عشان ما يحصلش زي المرة اللي فاتت لأن الأمثلة دي هتمشي بالتوازي كنت وعدتوكم الشهر اللي فات إن أقول لكم على مسألة الأسئلة الناس اللي بتتبعنا على الفيسبوك وبعد الوقت لو أنتوا عافين هنا الساعة تسعة بنخلص بالظهر في طريقة أنا حفزتها من كتر ما شفتها يعني إن ألاقي في وقت الكلام اللي بقوله في الندوات أو في التحور وبدأ يتكتب بشكل مختلف وينتشر المختلف وإن دي عادة بتكون مقدمة لأن واحد غالبا تافه وعمرنا بنعرف اسمه بيجي معدي كاتب ورقة كده فلوسكاب عنده في البيت إنه فلان جرى يتكزا ويجي ندبسهم لل للنائب العام إنه بيزداري لا بيزداري بقى وخلاص ما قلنا ما فيش أديان يعني في الوعي الإسلامي ما فيش كلمة أديان بالجمع في دين بس ونخش بقى في دايرة فلما احطيت السؤال كانت سرطه محايدة بقول إيه الدلائل التاريخية على صحة رحلة العائلة المقدسة زي ما حضرتكو أو بعضكو شاف رح نازل جورنان النائب أو اللي بقى نائب يعني بإنه إن أنا بشكك في رحلة العائلة المقدسة وبعمل ضرب للسياحة في وقت السياحة فيه تعبانة لأن الكنيسة اتفقت مع وزارة السياحة إنها تعمل المصار طبعا إحنا بقى أنا خمسين سنة بنسمع الكلام دا الكنيسة اتفقت مع وزارة السياحة وكل ما يكونش فيه أخبار نفس الخبر إنه مصار العائلة المقدسة يبقى مصار للحج للمسحين في العالم وأهلا بكم من كل العالم ومصر ترحب بكم وأي كلام وبعدين ما بنشوفش أي حاجة عافين ليه لأن حتى المصار المزعوم دا بيعد على سملوت وعلى حتة ما ينفعش الأجاني بيشوفوه بسهم إنما معالينا من اللعب الحكومة الديني السياسي خلينا في الخبر إيه علاقة طرح السؤال دا بالعمل ضد خطط الحكومة في تطوير الأثار ومش دا اللي شغني لأن السخفات دي متعودين عليها اللي شغني إنه بعد ساعة كان منشور في حوالي 12 مكان تاني بنفس الصيغة فقلت لأ بقى نتعلم من أخطأنا لأن ما هو في المرات والحاجة بتقعد 3-4-5-6 سنين على فكرة والتجمع الخامس والبتاع ويقعد ويبقى وكير النيابة مش مقتنع لا مش مقتنع وبعدين يحاولها لحد تاني وبعدين يجي مش عارف مين يقول طب يجي مين من المحامين يتطوع طب وساعات تنزل جلسات وساعات ما تنزل لبخة ما بعدها لبخة الأساس بتاعها ايه اه ما تفهمش طب مين اللي حرك ما تفهمش طب ايه حددت الحسبة دي ما تفهمش الحسبة مفهوم شرعي قديم انه الناس تعمل اشياء عشان خطر ربنا دي اسمها احتساب فقالهم بعض الفقهاء ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في باب الاحتساب فانت ماشي مثلا لقيت واحد بيقطع الزرع تقول له لا كده غلط الزرع ده بيضل مش عارف على الايه وبتعتبر انه النصيحة دي انت بتحتسبها يعني الوجه الله وبعدين قالهم في العصر المملوكي لا نخلي في عمليات غش كتير في المجتمع نعمل وظيفة اسمها المحتسب فالمحتسب ده بيبقى شخص مفوض من الحكومة او الحاكم يعني علشان يشوف عمليات الغش التجاري وفي بقى الحزبة على الصيادلة يعني يخش فجأة كده يقول له واجيني الكمون اللي عندك ما هيخش في أدوية فيقول له ده مرطب انت ازاي بتستعمل ده اسحبوه دربوه على قفان وعملش كده تاني بس تاني مرة هيسجنه دي وظيفة المحتسب عارفين الزيني بركات الزيني بركات ابن موسى ده مش الرواية بتاعت جمال غطاني ده شخص فعلي موجود ابن اياس حكى عنه بس هو لما بنجي نسرد المحتسبين في العصر المملك هو كان واحد منهم وهي كانت وظيفة معروفة وبعدين جات الدولة العثمانية عملت محتسبين وعملت يعني قوانين بقى مكتوبة وبعدين جه السادات وهو بيلعب مع الجامعات الاسلامية يشدوا ويرخوا بقى راح عمل لهم حتة كده ويراضيهم اي حد هيقل لأدب وانا هشد اللي هو ايه القانون بتاع انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ده 82 اظن طلع وشوية وجي ايام مبرك فعزت مشكلة نصر ابو زيد سابوها لما طبعا كان ممكن بالتليفون بالتليفون اول يوم يا دكتور فلان كفاية بقى مش عايزين دوشة في البلد وكان الدكتور فلان دا هيسكت ولا كان التاني ولا تطليق ولا ما تطلقش ولا كلام من ده وإلا يعني هو مسكين لأول واحد ولا آخر واحد وما قالش حاجة كمان انما لأ سابوها تكبر عشان بنلعب يعني شوية كده وبعدين ظهر الموضوع ايه بقى الحسبة ليست من حق الافراد وما من حق مين لا من حق النيابة العامة ولا النيابة ازاي يعني لا ده بردو لما نحب ايه ندي الموضوع يعني بعد كده ويبقى يعني انا ما ظنش ان في اي واحد كاتب في مصر ما عندوش عضايا في امن الدولة ما ظنش وموجودة يا عالم يمكن يتجنن في يوم اللي يام يمكن يقول اللي في نفسه خلينا جاهزين احنا اه بس هو يعني مش ضدنا يمكن يبقى ضدنا احنا خسرانين ايه اهو زي فاكري لما قلت الموضوع على السبع اخطاء راحوا تاني يوم قالوا تعالى في عندك ثلاث قضايا والمهم فيهم قضية ايه لا 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 نشر التطرف والله قلت لرئيس النيابة قلت له بجد قال لي ايوه قلت له ايه تاني قال لي وصدراء الاديان قلت له بس فيش حاجة اسمها اديان هو الدين دي التطرف ما دي غلط قال لا دكتور فالتالتة ايه دي حكيت لك انا بقى لما قال لي انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة قلت له ايوه وقفلي بقى هنا انا عايز اعرف ما هو المعلوم من الدين بالضرورة يعني انا معي ماجستير ودكتوراء وخدت استاذية في الفلسفة الاسلامية ومعرفش معلوما من الدين بالضرورة لانه ابتداء من التوحيد مختلف فيه كيفية الصلاة مختلف فيها مفيش حاجة معلومة بالضرورة وإلا لو قلت مثلا من المعلوم بالضرورة التوحيد مش يتسلم دين التوحيد طب التوحيد على قول المعتزلة انه صفات الله يعني الزات ولا على قول الظاهرية ولا على قول الاشاعرة اللي بيقوله سبع صفات ذاتية والاخرى خارجة عن الزات ولا ولا ايه بالضبط طب ما هو اخواننا في الكنيسة هنا اللي بيقونه على يوم الأقباط الكنيسة الأسزوكسية يعني المصرية الكبيرة بيقوله احنا الموحدين من قبل الاسلام نقولهم اصدقوا على اريوس يزعلوا اوهم من كلمة اريوس يقولوا بلاش الكلمة دي ام الاصدقوا ايه ان احنا قلنا باسم الاب والاب وروح القدس اله واحد امين يعني ان دي تجليات لجوهر اله واحد فاحنا الموحدين طبع انت بتقول سميع وبصير وعليم ما دي صفات متعددة بس هو واحد وانت احنا من قابلكم بقرون طويلة قلنا ان الاقانيم او الصفات او الخصائص اللي بيظهر بيها الله مرة بشكل الاب ومرة بشكل الابن ومرة بشكل المرسال روح القدس هو اله واحد فده توحيده طب طب فين المعلوم بقى بالضرورة يعني انه الجنة والنار معلومة بالضرورة تلاقي في التراث الفقهي خلافات لا حصرة لها هل الجنة قائمة الان ولا هتتوجد بعدين ما انتهوش لشيء هل الجنة هي الحكاية دي المشهورة ولا اللي قلنا عليه ان هي الحالة حالة الاحتواء التام المشتقة من الجنين فين الاتفاق لا ومش الاتفاق كمان يعني ما قالكش انكر ما هو معلوما من الدين بالاتفاق او بالغالبية او بقول معظم العلماء لا دا بيقولك ايه انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وزمان اللي كانوا بيكتبوا القوانين كانوا مبدعين صحيح يعني فيه راجل جميل كده اسمه السنهوري عنده كتاب كده اسمه القانون الوسيط انا حب اقرأ فيه كده مئة مش عشان القانون لغته وبنية العبارة وضربتلكم مرة امثلة من النصوص القانون اللي كانت بتكتب لما كانت الناس بتفهم انما دلوقتي حتى الكلمة هو مش محرر الكلمة لا يقع فيها الاسم على المسمى لان الضرورة ده لفظ فلسفي او لو بعض فلسفي ولو بعض لغوي الضرورة هي ما ليس لك معه اختيار بمعنى ان لو جبنا انسان ومنعنا عنه الميا والطعام لمدة عشر ايام هيموت بالضرورة يعني مفيش فيها انه اذا عيار ناري اخترق جمجمة شخص فهيموت بالضرورة ماينفعش فيها احتمالات اخرى وبالتالي الضرورة هي عكس الاختيار والحرية فلما نقول معلوم من الدين بالضرورة ومنحددش ايه هو اصلا اللي معلوم وما ناخدش بالنا من عدم وقوع كلمة الضرورة على شيء محدد او عدم مقاعها في الحالة دي على شيء محدد ده احنا كده يعني القانون نفسه مخترق في واحدة سألتني من السبعين كده قالتلي ايه كلمة مهترق يعني ايه قلتلي انت لما بتحط اللحمة تسلقيها بيحصل لها ايه قالتلي بتتسلق قلتلي ولو سبتيها ساعتين قالتلي بتتهري قلتلي طيب مهترق يعني يعني مهري يعني مش متماسك فاذا كانت النصوص القانونية مش متماسكة والاختر من كده ان احنا مش مهتمين ولما بنقول من بعد تلاتين ستة وقلنا كفاية بقى نبدأ نعيد بناء التصورات الاساول ما فهم لانه الخلطة دي بازت ده زي ناس جوم يطبخوا فده حط مش عارف ايه وبعدين ده حط حجارة وبعدين ده حط مش هتتاكل فضي بقى الحلة دي وحط مياه نظيفة واخسل حتة لحمة او فرخاية او خضار اي اي حاجة عايز تعمل ده تحط خضار عايز تغز الناس حط لحمة اعمل اللي تعمله بس اعمله صح بقى انما الازال ده اللي انت عمل ترمي فيه بقى لك ستين سنة بازت غير صالحة للتناول الادمي اصص الافكار وكثرت التدخل الحكومي في صناعة الوعي وزارة الاعلام دي كان اسمها ايه زمان الارشاد القومي كأن القوم دول نسمع تيه فعايزين حد يرشدهم مثل ما يرشد الاعمى في الطريق والبتاع فاحنا عندنا تلاتين مليون اعمى عدد مص يعني ساعت طيب عايزين نحكم احنا بقى عايزين نأكل التلاتين دول اكلة حلوة طب ما تيجي نعمل كده مشروعات منتجة وليه دلوقع ما فيه فلندا غاني هد فلوسه وزع على دول يبقى الواحد شبع الف فالالف يشبعه مليون وخد بقى اراد الناس ومصانع الناس وامم واستعبط وقول البطولة وبتاع وهنرمي اسرائيل وامقوي انهزم مش مهم مش مهم ده انت حتى لما جه يقول انا ماشي الناس لا خليك يعني وصل الجهاز يعني باز لدرجة انه لما جات له الفرصة ان فيه يعني تصحيح ما انت مهزوم مهزوم خلاص وراحت سينة راحت سينة خلاص واليهود ما قدرش يخشه القاهرة عشان عددهم الي مش عشان حاجة تاني يعني وقف عنده الكيلو تسعين ده ولا كيلو تسعين وقاله بس كده ما تتفضله والله لتيجو العشاء جاهز قال لك لا احنا هنروح فين طب عددهم في الوقت ده كان بين مليون ونص او اثنين مليون هيخش فين هنا مش هكلهم هيدوب هو خايف من الدوابان ليه لان هو فاهم هناك اللي بيدير برده السياسة الاسرائيلية واللي هنا فاهم وفاهم فاهم يعني انا قلتله ان لو الناس فهمت المسألة على وجهها الصحية مش يابه في حاجب اصلا انا نحاجب على ايه ده يهود ولا تكلب ليه ولا تكلب ليه بيقولوا من النيل للفراط ايه هو الناس لابراهيم ما شاء الله طمحنا ده يمكن على فكرة الحاجة الوحيدة في النصوص اللي هي بتاع دي اللي صدق لحد دلوقتي ان مش هتلاقي من النيل للفراط اللي عرب وعبرانيين بس يعني للارمن استوطنوا ولا الاتراك عملوا مستعمرة هو ما فيش الا ناس لابراهيم يعني ده يعقوب و و و و و اسماعين وبعدين اسحاق هيدل الفرع الابراني واحنا بقى ربنا تولانا في الصحرة بس افيش غيرنا كل منطقة بدية الشام وسينة يا انباط يا بدوى مش عارف ايه يا عمونيين اللي هما ولاد عارفين القصة انتو طبعا سعيب عشان فيه بنات قاعدة يروها بقى في الطورة نوح وعميله لوت فدي جابت بنته دي خلفت المؤبيين وبنته دي خلفت العمونيين اللي هما القبائل دي يا سيدي ماشي هو اللي كده بس يبقى العهد اتحقق الرب قال لابرام وخلص ومزور بتحرب على ايه وانت اللي بتقول لي هنحر لوت ستحرى من ايه بيت المقدس بيتها مقداش من قبل ما انت تتولد بألف سنة فلسطين يا ابني ده بلستي يعني وافد عن طريق البحر على العرب والعبرانيين لا العروبة قضية فلسطين يا ابني افهم العروبة حاجة وبالستي دي فلسطيني حاجة تانية المسجد الاقصى الجريح جريح مسجد ايه يا ابني ما كانتش الصلاة فوجدت مش مسجد زي ما انت فاهم كده طب لو الناس فهمت الكلام ده البزنس هيضيع انما طول ما الاسم مش وقع على المسمى ما فيش مشكلة فلما قلنا رحلة العائلة المقدسة ولقيت اللفة هتلف وقفت لحين يعني انا كان ايه غرة دي مش منتسلة انا قبل ما الحاجات بتبدأ بشوية بابدأ اطرح بالذات اللي امتابعيني على الفيسبوك الحاجات بدري شوية يعني كنت متوقع على نحو ما حدوث ازمة في الحج السنة دي طبعا مجاش في بالي انها تبقى بالكارسة المهولة دي ولا بالسخافة دي فبنقبليها بشهرين ثلاثة بدأت اتكلم عن ايه مفهوم الحج ومفهوم العبادة عشان لما يبقى يجي وقتها يمكن يمكن الناس تسمع فنفس الشيء انا شايف بعض الاخوة العرب عمالين ليشحنه ضد الشيعة فبدأت معكم هنا وفي الكلام في المناقشات اتعرض لهذه الموضوعات وبين ازاي انها سخف من فوق هي صخف ومن تحت هي صخف وازاي انه الناس اللي قتله الرجل الشيعي فابون نمرس عشان بيسب الصحابة ان ده خبل عام كنوا يقول كده اصلا اللي عمل فيه مش انه يموته ان يعني بيسب الصحابة هما الصحابة دول امتهم جات منين ان هما صحابة النبي طب والنبي ده عليه السلام جات امتهم منين من ان هو جاب الدين طب الناس بتسب الدين نفسه في الشارع محدش بيموتها فيعني ايه وبدأت بالسؤال بتاع العائلة المقدسة انا عارف ان ما فيش قدلة تاريخية عارف وساب الناس تبحث وكت سخن فيما اقول وكذا وبعدين اجي اعمل تغشيشة عشان اهيج الافكار تاني عشان عايز الناس افكر مش عايز اقدم اجابات فينتهو الى انه في التاريخ ده مفيش بس في اعتقادات الناس فيه وهيعرفوا بقى تاريخيا ان ثيوفيلوس بابا الاسكندرية ال43 حلم يعني ارى الاية ومن ومصر ابعث ابني ومش انا عايز اوصل لفكرة انه الحقيقة التاريخية قائمة بذاتها في موازات الحقيقة الاجتماعية علشان لما يجي عشورة ومع الشحن الخليج ضد الشيعة اللي انا شايفه برضو ملوش اي معنى هو بيزنس وخلاص اعدقنا والحوسي وملحوسي ومناظر زي ما انتم بتشوفها كده وانا شاف ان ايران عقلة حتى الان فمش عايز مصر تتورد في قصص من دي وشايف مشكلة في الوعي المصري العام ان اللي موجود جنب الاظر ده سيدنا الحسين وانا نفسي لما خش الجامع يعني انا متقصر بس انا عايف انه مش مدفون هنا ف الوقائع التاريخية معروفة شامر ابن زلجا وشان ضربوا اول طعنة في كربلاء واصر الحيوان يزيد ابن معاوية ان يقطعوا غاسه ويجيبوها عنده وهو فين في دمشق وصول الراس لدمشق ده يعني خلاص حاجة كده لفة كده وقعد على العرش اللي هو الكرسي يعني بتاع ده ودخلوا ودخلوا نساء بيت النبوة عمات وبقى عمات الحسين واخوته بتاع يولوله ومش عارفه مستمتع كده عشان يصعبوا عليه فيديلهم رأسه ويدفنوها بس ادي كل القصة وفي الاخر رح شايتها برجله وخدوها دفنوها وقالوا لهم ما تبينوش مدفونة فين جي واحد قال لك ده لما شطها طارت الراس ماشي على فكرة ده خيال يعني انا مش ضده على خط مستقيم انا ضده لما يعمل وهم والوهم ده تتبني عليه احكام خاطئة انما خيال مهزومين طارت 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 رح تنزل هنا رح المصريين بنين عليها البتاع اقول طيب اوكي ليكن ليكن انه هنا بقت مصر حلقة وصل هي سنية بس حضن الجموز الشيعية وهي لا بتتشيع ولا بتبقى سنة على فكرة اه اوع اوع تصدقوا الكلام ده ولا تصدقوا حكاية المصريين اكتر شعوب العالم تدينا اه لا تكونوا مصدقين انا عندي فصل في الكتاب بتاع شجون مصري عن الحكاية دي ده هنا يعني المهم فقلت على ما نعرض بقى راحة العائلة المقدسة وبعدين نخش منها وتبدأ الفكرة تتضح شوية ان دي حقيقة تاريخية بس دي في حقيقة اجتماعية وان في خيال وفي نصوص ادبية تبنت عليها اللي احنا المقدسة يعني وننقل منها على مسألة الحسين ويبقى اه احنا عارفين ان في حقيقة تاريخية كذا بس في حقيقة وجدانية وفي مشاعر تحطت هنا وكذا وكذا وننقل منها على الكتاب بتاع سائد عويس بتاع رسال الامام الشافعي ده كان المصار اللي في ذهني انه يقعد شهرين لحد ما تيجي عشر وقت فتقفل بدري والترسي فيه ما كانش ينفع لان الانتشار ده ما كانش طبيعي وساعتها على فكرة الحكومة تقول لا دكتور فيش اي حاجة قال لهم وبعدين في المناكفة دي يا جماعة لا انت في حد اعمل لك حاجة يا سيدي انا عندي شغل وعندي بروفات وعندي ايه لا ايه ايه لا لا خلاص خلاص اوكي حاض تشغلش بالك ابدا وبعد اسبوع استدعاء اخي استدعاء جاني الساعات مش هجو نص بالليل وكلم يحي الجمل يقول لي مسموش استدعاء ده اسمو ضبط واحضار اقول له لا والله مكتوب على استدعاء يقول لي وبعدين بقى استدعاء ده لازم ييجي في موعد العمل الرسمي قلت له والله جابوه اتنين زباط لا انها كلها الحكاية بس ما هو وجع القلب ده بقى طيب فقادي فكرة الاسئلة عشان لو الوقت ما عداش يعني ما كفاش تبقوا فهمته بس شوية كده بس ينشغله بحاجة تانية وهنرجع تاني الاسئلة بسياقات جديدة نرجع للاسم المسمى عدم انطباق الاسم على المسمى هو مخيلة دلالية يعني ايه يعني مثلا انا عارف ان ده اسمه عمر وعارف انه ده اسمه محمد فلما بسه كده يا عمر حسن هو وفي ايه عمره هو فلو قلت الكلام لهنا ما قدرش اقيم حجة على عمر يقول لي مش انا اللي انت قلت له ده اسمه محمد يعني الكينونة بتبدأ بالاسم فلو الاسم لم يقع على المسمى يبقى بالتالي ما فيش اي مظهر من مظاهر ولا قواعد المنطق منطبق فدي اسمها مخيلة يعني مزج الواقع الفعلي بتصورات خيالية تؤدي الى قصور وعدم وضوح وتشويش على العقل الجمعي عقل الجماعة زي مثلا فاكرين في الانتخابات بتاعت الرئاسة لما كان مش عاف يقول لك الجمهورية الثالثة فاكرين الكلمة دي وطلعت كتبت لهم مقال انا قلت لهم يا فيه الجمهورية الاولى وفيه الجمهورية التانية انتوا هو عباطة وخلاص طب فرنسا ليها سياق معين عملت نظام الجمهوري وبعدين جي نابليون قفز عليه وبعدين مش عارف عملوا ايه وبعدين جي جي جول وقال الجمهورية التالتة يعني التصور التالت للنظام الجمهوري انت في بلادك الباقسة دي بتقول بتعمل ثورة على الملكية وبتجيب وقساء جمهورية يدوا الحكم لعيالهم يعني مفيش جمهورية اصلا وبعدين بتعمل وزارة اعلام بتسميها وزارة الارشاد القومي فينه الجمهور ده انت بتحكم الناس محتاجة ارشاد يعني هم مش محتاجين ارشاد يعني في الوقت اللي كانت الوزارة بهذا المسمى كان الشعب ما كان متعلم كويس ما هدير اللي طلع فيه السنهوري بقى ونجيب محفوظ وطاع حسين والناس دي اللي قاعدوا يشتغلوا بيهم عشرين تلاتين سنة ولما ماتوا يعني ما شفناش حد الان انه الناس دي بتخلص وبتموت وبتكبر وبتعجز وبتتعطب وما فيش اجيال تانية عم عنه ما فيه طب عنه ما فيه ازاي ده دول اللي كانوا يرشدوك السنهوري اللي انت ضربته بالاحزايا ده خليت المخبرين ضربوه في جامعة القاهرة هو ده اللي هيقولك تعمل ايه مش ده اللي محتاج ارشاد انما هو عايز يحكمه بس ونعمل ارشاد عشان محدش يعرضنا فلم يهتم باعادة النظر في المسميات فانتشرت اول تعليم طبعا حالوزا لا يخفى على احد فانتشرت عندنا هذه المخيلات انا افكر اول مرة فكرت بعمق طبعا انا كنت افكر في حاجات يعني اجيب الحاجة الفلانة دي ازاي ازاي بس اول تفكير مجرد كان يقولولي ايه رحت من عند ابو الفضل الخردواتي كذا فروح دكان بيبيع حاجات اقوله يا عم ابو الفضل وانا صغير اقوله انت شايل الخردة فين يقولي خردة ايه اقوله مش انت عندك خردة يقولي لا ما عنديش اقوله طب ليه بيقوله عليك خردواتي فكان راجل طيب يقولي يعني مش عارف هم غلط انا انا كانوا يقولولي قبل كده هو كان نغل كبير او الفضل الدخخني شون بيبيع سجاير يعني فارجع طب هو بيبيع حاجات تانية غير الدخان وبعدين هو مش بيبيع دخان هو بيبيع سجاير يعني دخان ملفوف ورق ليه بنقول الدخخني الدخخني ده شخص بيستور الدخان او بيبيع دخان انما ده سجاير فيها فلتر وفيها علبة زائد انه مش خردواتي كمان ومش دخخني طب هو ده يبقى اسمه ايه بعد البيت بشوية كده محل محل وكده نظيف ده انضف محل في الشارع كانوا زمان موجودة الحاجات دلوقتي لا بيبيع ايه عايش كان زمان في كل شارع ده كان كده بقى طويل وفيه فترينات وفيه انواع معينة من العيش ونخش فيه الناشف وفيه الطري في السور وفيه فيه فيه عايش فيه ده طالع في اسكندرية اصلا على فكرة عشان واحد اسمه فيه عمل فرن وعمل العيش المهم اقول هو انت يبقى اسمك ايه عايش يقول لي لا انا بتاع عايش اقول له يعني بتاع العيش بقى اسمه ايه يقول لي اسمه بتاع العيش عايش كاميرا غريف ارجع تاني للي هو ادخخني او الخردواتي لأكتر حاجة بحبها بعض منكو يعني كم واحد هيفتكر كورونا كانت كانت بتعمل نوع من الكراميل كده ملونة واسمها ارواح ف نيجي نشتري حاجة فالبوائي بتاعت البيع والشرى بتبقى ملاليم 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 على فكرة وكنت تلاقوا الحاجة مكتوب عليها القرش ومش عارف كام مليم فهم عشان ايه يكمله البيع فدايما عشان كده منروح نقضي للمشاوير عشان فيه ايه ارواح او الله اعلم بقى كان هو الرجل بيحطها يعني مهم وكانت كبيرة كده وطعمها حلو او انا بحسي عن طعمها حلو بس ليه ارواح طبعا انا قعدت اربعين سنة على مفهم لما لقيت ابن النفيس في الشامل بيقول وانتقال الارواح في الجسم يكونوا مع دوران الدم ولا نقصد بالارواح هنا ما يقصد بها في الكتب الالهية وانما الارواح في كلام الاطباء هي القوة وانواعها كانواعها يعني انواع الارواح دي زي انواع القوة في قوة مدفئة وفي قوة محركة اللي هي فكرة الاكسوجين والطاقة اللي احنا بنفهمها دلوقتي فادي كلمة الارواح وده اللي ساعده في اكتشافة الدورة الدموية انه ازاي طاقة الجسم دي بتيجي منين بتيجي مع التنفس بيحيي الارواح وعشان كده الادوية اللي تقوي القلب اسمها ادوية روحية والمشروبات اللي اتنشط جريان الدم في الجسم اسمها مشروبات ايه روحية مش روحية 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 لها معنى تاني في روح وفي روح وفي ارواح الروح اللي هو ان الواحد يعني ايه يتبسط وياخد نفسه وكده وفي القرآن فروح وريحان دي الروح ونقول فلان استروحة يعني اثناء الشغل كده رح طالع قاعد بقى وفرد رجله كده وقال هاتلي شيشة يا ابني كده هو يستروح خلاص انما الروح بالمعنى الديني اللي هي صورة الانسان غير الملموسة انما الارواح اللي هي الطاقة اللي في الجسم فالكراميلا دي وكل حاجة عطرية ودي قادر قالها بنسينا وابننفيز انه كل ما هو عطري مقون للروح مش مقون للروح يعني يخلي الروح بتاعت يوم الايامة دي ولا بتاعت البعث لا هنا الروح بالمعنى الطبي اللي هو الواحد النعناع مثلا يقول ايوه يا اخي كده الواحد عرف ياخد نفسه يعني ايه يعني عملية التنفس بقت اسرع واحسن فبالتالي حركة الدم في الجسم بقت فبقى فاي بدل ما كان هيغمى عليه ولما ييجي يغمى عليه فعلا يدولوا او يشمموا الحاجات القوية علشان تخلي الروح او الارواح بالمعنى الطبي تستعيد حركتها ده في الكراملة امال بقى لما نروح للمعاني الكبرى يعني ده اللي كنتم افكر فيه وانا عندي ست سبع سبين من غير مقصد دلوقتي انا افكر في حاجات تانية بقى تتعلق بالاسم والمسمى ان ايه اللغة اللي احنا منستعملها دي الله اولا اللغة اسمه حرفه وفعله وفعله الكلام ده المدرشي ده ايمى على الجذر يعني بيتكلم وتكلم ومتكلمين كل ده من جذر كلامه خلاص اللي هو بيأتي دايما على صغة الفعل الماضي وماشى وماشي ومشاه وماشى الى اخير بس الاهم من الجذر اللغوي المصدر عشان كده يقولك ايه مثلا سهير من مادة سهر يسهر سهرا سهر دي المصدر خلاص فتح يفتح فتح يفتح فتحا يبقى المصدر فتح المصدر هو اساس التسمية كويس وبعد كده بتيجي تفاصيل اللغة نبص بقى في التفاصيل الاقي ايه ان كل ما هو عظيم مؤنس يعني المصادر الكبرى كلها مؤنسة الحرية الوطنية العروبة الامومة الابوة تقى التقنيس حتى لو اردنا الاعلاء من مذكرين يتم تقنسهم فنقول سادات قريش ثم نقول اسياد مش هو سيد طب سادات دي جمع جموع عشان سادة مؤنسة او رجالات الحكم ما نقول رجال يقولك لا التفخين كده يعني لما وزي ما قلتلكم مرة قبل كده لو هو عالم ماشي لو اكتر ممكن يبقى علامة اتقنست فهامة الى اخره فاذا اريد ليس فقط في الاسماء العظيمة وانما حتى ان اريد تفخيم المذكر تم تأنيسه ده في اصل اللغة وبعدين يجي بقى للاسماء اللي هي المؤنسة بطبعها ألاقيها ذكرت فالبنت اذا ما بدأ صدرها فهي كاعب طب ليه مش كاعبة ما هو الولد صدره ما بينتقش لا كاعب طيب طب لو كبرت شوية ده يبقى اسمه نهد مذكر وبعدين لو رضعت ثدي عضو التأنيس فرج ايه التذكير ده هنا لازم ننتبه الى مراوغات بتحصل في اللغة دي لا بأس بها ان كنا وعيين بيها انما خطرته في ايه في ان تبقى اللغة اللي احنا بتدور بنا مليانة مطباط من هذا النوع بتقنس المذكر واتذكر طبعا ده له تاريخ دلالي يعني ده حصل في اوقات معينة وارتبط بتصورات معينة كانت بتتغير فبتتغير معها المفردات فبالتالي لا غضادة في ان يبقى هذا هو الحال وهذه هي اللغة اللي يكن بس كمان لازم انا بقى واعي ما لو ما تعلمتش ده في المدارس هتعلم ايه بقى هتعلم ايه اذا كان اللغة اللي بنستعملها وبنتعامل بيها وكل الانشطة الانسانية بتتم عبر وسيط اللغة وهي مش منضبطة في ذهننا ومش مدركين العبها وحركاتها يقولك يا عم احنا منا ما فيه مجمع اللغة العربية انا مش عايز اتكلم عنه تاني بقى كفاية يعني بس حد فيكو انا ما سمعتش حد فيكو سمع عن اي حاجة عملها مجمع اللغة العربية طب حد فيكو يعرف مين اعضاء المجمع لا هو فين هو هنا في الجاي في الزمالة مكان انيق اوي كده في الشجرة لانا ساكن فيه على فكا كمان اسم الناحية التانية تعرفوا مين من اعضاؤه مثلا اسمه ايه المفروف ده اللي كان مع الاخوان وراح قطر ويقعد يشتب محمد الجوادي ده بش عايف طبيب جلدية ولا ايه حاجة كده ده عضو مجمع اللغة العربية يعني ما شفناش مثلا امل دنقل صلاح عبدالصبور نجيب محفوظ بهاء طاهر فيش حد من دول في مجمع اللغة يا عمي ما دول اللي بيطوروا اللغة ودول اللي بيكتبوا ادب وشعر ونص روائي وكذا عشان اللغة تفضل حية ومستمرة يعني دول اللي مهتمين بالمقل لا طب مين دول ايه اما تروحوا يعملوا هاتوا قايمة اللي هما الاعضاء انا معرفش حد فيهم اصلا وغالبا ما فيش اي حد فيهم عمل اي مش هقول مجهود مجهود دي كلمة كبيرة يعني تعب نفسه اي تعب من اي نوع عشان خطر اللغة طب هينفع ازاي بقى اما لنبني مصر هتبنيها ازاي يا بل حج انت دلوقتي بنقول كده والاخوان كانوا بيقولوا كده وهم بقى كان بيقول كله بيقول كده ما عنا ابني مصر وده يقول لك مصر الجديدة وده يقول لك مش ه ايوه ازاي يعني يعني ازا كان انت الطوب اللي هتبني بيه اللي هو الوعي العام اللغة المنطق التعليم ما فيش يبقى طب هل انا بيقس لا انا بنبه انه ايوه ايوه عندنا فرصة نعيد بنقى التصورات وننتبه وكل ما ننتبه اكتر كل ما نفوق ونعرف هو الفرق الفرق بيننا وبين اليابان من ناحية وبيننا وبين ماليزيا من ناحية واسع قوي كده علشان الناس دي ما هذرتش احنا هذرنا كتير وبلاش هذرنا ضعنا كتير بناش ضعنا بناش نتكلم خالص في اللي فات بس خلينا نبدأ بقى يعني نشوف الكلام ده اللي بنستعمله منطبق ولا مش منطبق انه عمر الغندق اللي فين لا جيدا هو اللي جايبني ما جابش بنته معاه عنده بنته عند اربع سنين كده بعد اسمها ايه عمر جانة يعني ايه جانة جانة اللي جات في القرآن يا عمر اولا انا عندي رأي في القراءة نفسها بس قبل القراءة احنا بننطق الجيم اليمنية القاهرية مش معطاشة يعني فانت ليه بتنطقها جيم قراشية بس الاهم من ده انه سيغة السيغة القرآنية القراءة بتاعت وجن الجنتين الجنتين دان ملهاش معنى يعني هي وجني الجنتين دان يعني الثمار الجني يعني انه الحاجات ما هو جنين او في الجنة يعني الصلاة انه الشجر او السمار قريبة هو مش هتشعلق فالجني بتاعها جني الجنتين قريب دان فلما نسمي البنت وعايزين نخترع سميها جني واسمي بقى حلو جني باعتبرها حالة جمع الثمار او نسميها جنة يمكن تكون جنة بعد كده العيالها والجزها واللي حواليها انما جنة يعني ايه واسأل واحد تاني يقول لي الحمد لله سمتها بسملة قلت له هتجيب ولد تسميه حمدلة البسملة ده اسم باسم الله الرحمن الرحيم بس في المجامع العلمية كان يقول ايه وقد بدأ بعد البسملة بذكر كذا وكذا او انه وقد اطال بعد البسملة في بيان الحمدلة يعني كانوا العلماء زمان لو هو اكتب في الفلك مثلا يقول ايه الحمد لله الذي خلق السماء الدنيا وزيانها بمصابيح هي مش عارف على عدد كواكب مش عارف الايه وفيها المنير وفيها المنير دي كل ده اسمه حمدلة واخيرها يقول اما بعد ويخدش في الموضوع ما فيش حاجة اسمها بسملة يعني دي عبارة بسم الله الرحمن الرحيم بتنطق على هذا النحو عشان ما نقولش وقد بدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم فبنقول بدأ بعد البسملة او صدر الكتاب بحمدلة مشان نقعد نقول صدر الكتاب بصيرة معينة لقوله الحمد لله الذي الى اخر ما كتبه فبنقول الحمدلة طب انا لما اجي سمي ابني بقى ولا بنتي اغلى حاجة يعني عن على القلد نهيك طبعا عن الصغف بقى بتاع ما هي تور وما هي مار واي حاجات انت اسمك ايه ايه الكلمة دي دي ملكة ووحدة مبارح كتبالي على صفحتها انها عملت خدمة الواحد فقال لها انا ممنون ليكي قالت له ايه دا هو انت حسين رياض وانا ممنون انا ممنون ايه يا عم اللي بتقوله دا المن دا انك تستعلي على واحد وقالك لا تمنوا علي اسلامكم يعني عكس اللي انت بتستعمله فيها اه و انا ممنون لك يعني بتستعلي علي الله يمن عليكم واعي انا ما عنديش مشكلة انه يستعملها بمعنى عصير بكتقان مش مهم لا صحيح اللغة واضح انما يا ايمان لازم يبقى هو فاهم حيثما اطلقنا الاسم او المفردة او اللفظ يا سيدي دخل في اللغة العربية زي ما انت عايز ما احنا بنقول كمبيوتر وبنقول تلفزيون ما انتوا بتشوفوني في القصة القصيرة بقول التلفزيون عمركو شفتونه قلت بيسموه مش عاق في المرقاب ولا التلفاز ولا العباط لا خلاص هو دخل في اللغة وزي ما قالت احسين ان دي لغتنا ويا جوز لنا ان احنا نضيف لها اللي نحتاج له زي ما كان القدماء بيضيفوا بيها للي يحتاجوا له بس نبقى وعيين بي تيجي مسكينة ايا بنتي اقول لها ايا انت بتدريسي ايه ثاني يا بابا اقول لها اه تقول لي عمارة اقول لها غلط غلط قسم العمارة معناه قسم الزيارة طب نقول ايه تقولي هندسة ام العلاق يبقى ايه اقول لها ده ميكانيكي صحيح ده بتع مكان انما هي معمارة هي اللي مهندسة اللي غير كده ما تقالش عليه مهندس عمر الله اللغة كده افتح التلفزيون وقولك وها هم ها هم اابو تريكا الفراعنة واحد سمي القناة بتاعته الفراعين واحد يقول اصتبص المصريين دول فراعنة كلمة فراعون ما ينفعش تتجمع الا مجازا لانه بيبقى واحد يعني فيش حاجة اسمها فريق الفراعنة لانه هو في البلد في بيت واحد كبير يعني برعا مش قلنا بربا يعني بيت النفوس ده برعا البيت الكبير اللي بيتولى اعاشة البيوت الاخرى في زمن الغمر بالفيضان ادي المعنى وساكن البيت الكبير اطلق عليه على سبيل المجاز اسم البيت فبقى برعا ابرعو مع اختلاف الحروف المتحركة بس هو شخص واحد مفيش براعين ولا برعنة البيه دايما في اللغات اللي هي عدت على اليوناني واللاتيني دايما البيه والفيه يشترك وبالتالي عشان نبني الوعي العام وعشان نعيد بناء التصورات لازم نبدأ بالمفردات وباللغة وان دا مش طرف وانه زي ما قال الشاعر من انا هذا سؤال الاخرين ولا جواب له انا لغتي انا لغتي معلقة معلقتان عشر هذه لغتي انا ما قلت للكلمات كوني لي جسدا فكانت حتى على الريح لا استطيع الفكاك من الابجدية شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة